السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في مادة العلم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز في الجزئة رقم 14 من شبطة الاتنين هنتكلم عن طرق تصنيع أيضا السيرمو بلاستيك اللي هي الكالندرينج والسبنينج الكالندرينج في الحقيقة هي طريقة بتستخدم عشان أنتج بيها فيريسين فيلم من المواد البوليمرية تمام؟ عشان نستخدمها كأبليكيشن زي ما احنا شايفين إما أنه يكون أكياس للأطعمة أو الباسكوتات أو الأغلفة اللي أنا بغلب بها الأطعمة زي ما احنا شايفين في السور الهدام العملية عبارة عنه عم باجي بالمادة البوليمرية بعد ما بسخنها وبمررها على مجموعة من الرولرز زي ما احنا شايفين هذه المجموعة هي عبارة عن نمر واحد الفيد رولرز ودي زي ما احنا شايفين المسافة بين الرولرز كبيرة عشان تسمح بمرور أكبر كمية من البوليمر بعد كده الناب رولرز بتبدأ العملية L شوية سيكني سي L شوية بعد كده عملية التنشن رولرز لأنها تبدأ تشد المنتج عشان المنتج ببقاش منكمش وبعد كده التك أب رولرز اللي هي خلاص أنا بلف المنتج على شكل بكرة زي ما انت شايفين الطريقة التانية اللي هي الاسبينينج والاسبينينج معناها اللي هي طريقة الغزل في الحقيقة أنا في الطريقة دي بنتج بيها المنتج البوليماري على شكل فيبرز أو أليار قد تصلح في استخدامها في صناعة المنسوجات زي ما بنشوف مثلا في الملابس بتاعتنا يقولك نسبة البوليستر 35% أو ما يشاء الطريقة عبارة عن مجموعة من المراحل أول مجموعة أو أول مرحلة اسمها مرحلة التانية في الحقيقة في المرحلة الأولانية أنا بجيب المادة البوليمارية وادوبها مع سولفنت عشان أعمل بيها بوليمار سليوشن بعد كده من خلال البامبس بأمررها على فيلترز فتدخل داخل الاسبين باس من خلال الاسبين ريت بعد كده بتديني المادة أو المنتج على شكل فيبر بيخش مرحلة السكراتشينج عشان أبدأ أشد المنتج ما بقاش مرخرخ معايا ثم مرحلة الووشنج وبعد كده يخش على العملية الفينشينج اللي بتتم للفايبر ثم عملية تكفيف في الآخر بتتم ليه وبعد كده أخد المنتج بتاع دماطع الأطوال اللي أنا عاوزها على شكل بكر زي ما احنا شايفين اشتركوا في القناة